في الشأن اليمني اتهامات وجهها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لميليشيات الحوثي بسرقة ونهب المساعدات التي يقدمها لليمنيين وكان التحقيق قد كشف تورط ميليشيات الحوثي في سرقة شحنات المساعدات الإغاثية والاتجار بها في السوق السوداء المفتوحة في مناطق سيطراتهم ومنها صنع وجه برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة اتهامة لميليشيات الحوثي بسرقة ونهب المساعدات التي يقدمها لليمنيين البرنامج هدد بوقف المساعدات إلى اليمن إذا لم يكف المتمردون عن ممارساتهم كما هدد بوقف التعاون معهم وكان تحقيق كشف تورط ميليشيات الحوثي في سرقة شحنات المساعدات الإغاثية من أفواه الجائعين في اليمن والاتجار بها في السوق السوداء التحقيق أكد أن الحوثيين يقومون بتوزيع حوالى نصف المساعدات الإغاثية الغذائية التي تقدمها الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم فيما يتم توزيع النصف الآخر على مسلحيهم أو يبيعونها في السوق السوداء وأقفل الحوثيون طرقات محافظة تعز الرئيسية مما جعل عملية إيصال المساعدات أمرا صعبا يذكر أن قرابة مليون شخص من أصل 29 مليون في البلاد لا يحصلون على ما يكفي من الطعام كما يعاني عشرات الآلاف من المجاعة بفعل تسلط الميليشيات الحوثية ونهب المساعدات كما أعلن التحقيق أن أكثر من عشرة ملايين شخص في مرحلة خطيرة من انعدام الأمن الغذائي عنهم وحوالى خمسة ملايين في مرحلة أزمة أعمق وأكثر من 63 ألفا يواجهون خطر المجاعة ترجمة نانسي قنقر